السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ومصلاة وسلم ومباركة على سيدنا محمد بروقع واشركم اللي يدخل علينا بصحة وسلامة رمضان إن شاء الله بإذن الله رمضان مبارك إن شاء الله بإذن الله ويا ربي تهزع علينا هذل الوباء يا ربي وترجح حياتنا إلى الطبيعة يا رب فهنا إن شاء الله سوف نشارك معكم الشبكي اللي تنخدم كمونداد فهناي عندي كيلو ديال الطحين كيلو ديال الطحين زلافة ديال ديال الطحين أولا الدقيق الفرص زلافة فهو تيكون خاص بالحلويت كيكون مزيان مهم عندي كاس ديال زنجلان ما حمرتوش بزاف غير صهدته وطحنتو وضروري كنغرب له وعندي اللوز بقشرتم طحونته وعندي كاس ديال الزيت إلا بغتو تخلطوه بالزيت رومي وزيت البلدية فممكن وكاس ديال ماء الزهر وكاس ديال الزبدة المدابة دوبناها وحيدنا لها ضروري دكش اللي تيكون فيها من الفوق ضروري دك الزبدة ولا دكلماء ولا دكشي ضروري تتحيد عندي معلقة ديال عندي ربع كاس ديال الخل اللي فيها زعفران حر وعندي معلقة كبيرة ديال السكار مطحون فيه الميستيكا او الميستيكا الحرة وعندي جوج معالق او لا ترى الثلاثة المعالق بين وافع عندي النافع وحبة حلاوة وعندي معلقة ديال القرفة وبيكن باودر ضروري او قمس هذا الملح فهي دائما وابدا فهنا اي غدي ندير القوام ديالي كلهم مع الطحين ما كتشاهدو فهنا درت هنا تقريبا معلقة كبيرة من اي حاجة فعين النافع اللي درت فيه من النوت الجوج ديال مع القنص النافع وحبة حلاوة يعني انا كنخلطهم وصفرد البيضاء فانا ينافع وحبة حلاوة كناخدهم فاش كيقرب هاد الضروري كيكون عندي دائما في الدار بما انني كنخدم الحلويات فدائما كناخدهم تنقيهم وتنطحنهم بكمية كبيرة وكنطحنهم ونغرب لهم وكنديرهم عندي فتاصة او لفباطة او لشي حاجة فهي مضروري كيكون عندي في الدار فهنا غنزيد السوائل بعد ما بسبس النواشف ديالي فغادي نزيد السوائل زيت كاس ديال الزبدة وكاس ديال الزيت نباتية وربع كاس د الخل مع الزعفران او لازعفران او لازعفران او لازعفران الملوين اي واحد مثلو يدير اي حاجة انا كن عندي زعفران توفر شعراء فدرتو نزيد الماء بشوية حتى غادي نجمع لي الخليط ديالي كله وفاك نحصلو على هاد القوام بحلقة ضروري خصو يكون يعني الخليط ديالي او العجينة ديالي قاسحة فغادي ندلك هغير واحد شوية وابعد غادي نجمعها غادي بني ديتها تغير واحد شوية وغادي نجمعها وغادي نديرها في هاد البلاستيك بلاستيك او لا اي حاجة موهم عندكم بلاستيك او لف هاد هاد البليكولا وغادي نغطيها ضروري فغادي نغطيها بعد ما اغطيتها خليتها غير واحد شوية غادي 15 دقيقة هاكا كوش ديتها قطعتها بحالكا قدرتها بحال قريصات الصغيرة ورقية فما كتشوفو واردتيك ثم اغطيتين بحالكا اعطيت واحد شوية وغادي ندوز ونورقهم يعني غادي نجمعها ممتاز فيها يعني اغطيتها خليت بحالكا وغادي نغطيها من خلال 5 دقائق هكا وغادي نورقهم في البلاستيك فهنا غادي ندوز غادي نورع فغادي ناخد الكوبيرة ديالي وغادي نسترحها غادي نسترحها غادي نقلبها الخلال شكال ديالي مسمنا كيف ما كتشوفو هناكا كيف ما ملاحظ فهذه الورقة يجي يجعل لنا الشبكية دينا كجيم جعبه يعني كجيم جعبه فغادين نورق غادين نطلق الكويرة ديال المزيع وغادين نطويها بحلا غادين ندر شي مسمنا بجي يجيني فيها شبكي ديالي جيني مجعبه كلها فهي كتلقى استيحسن من الكليين كتعجبهم ولله الحمد اه صفيحنا ينبعد ما طلقنا الكويرة ديالي فغرض هاتجيها على هاتجيها ومن بعد غادي نطوي بحال هاد الشكل هادا كيف ما كتشوف غادي نطلقها غادي نطلقها غادي نطلقها غادي نطلقها غادي نطلقها مزيان شوية بالمدلك هاد المقطع اللي كان قوليكم شفاويان فهو مشالي يام الفيديو اسمحوا لي غادي نطلقها غادي نطلقها غادي نطلقها انا عندي الوراقة اه هنا ايدي الهنا فهي عندي الارقم واحد هو الرقم اه الاغلايد يعني اللي كيدو وز غلايد والرقم سبعة هو الرقم الرقيق يعني انا دوزتها في ربعة في ربعة كانت رقيقة بزاف دوزتها في ثلاثة من بعد دوزتها في الربعة فالربعة هي ارقم كيني لازلت تدوزتها اكثر في مره من ربعة فغادي تقطع فهنا ايه غادي نخدم معاكم جوج ديالطريقة ديالشباك كيف ما حطت الفيديو اللي قبل فكينا طريقة الاولى ديال خمسة ديالاشريطة اللي كل شي متداول يعني كيعرفها وكينا ديالستة ديالاشريطة ديالستة فهي ساهلة لأي واحدة مبتدئة ما عمرها ما صوبت شباكية صوبها وهدي ديالخمسة فهي شوية كتكون هكا خصش شوية الخاطر فكيف ما شفتو اولا كيف ما وريتكم فغادي ناخدو يعني الشاريط اولا غادي نقطعو 4 الداخل والخمس كنقطعو وغادي ندخلو غادي نحبتوا واحد نطلعو واحد خمس كنطلعو واحد ومن بعد غادي نقلبوا آآ الأول غادي نقلب ووث طانيا على الأول ثالثugh wang 길ج ونقلبه ونصده جنب ونقلبه فرا هو طريقة ديال تشباك فهي خليت الفيديو ديالها فهي موضحة مزيان فغادي نهزوا واحد ونهزوا واحد وغادي نهزوا واحد يعني ثلاثة يكونوا على سبعي من الفوق وثلاثة وجوجت يكونوا عندي من التحته غادي نهز الوسطاني ونحطه على اللوه اللحدة سبعي اللحدة يعني اللحدة ضفري والثالث غا نحطهم عليهم بجوج ومن بعد غادي نقلب غا تكون عندي هذيك اللي تحتين اللي فنكين سبعي بقي ما قرستهاش غادي نقرسها بحران قلبه وما نقرسه مزيان بحران ما فش نقلبها ما تحلش لينا في القلع وغادي نهز هذك الطرف ونحطه على الاخر فهي سهلة البنات غادي رفيها راسكم فهي سهلة جدا فا صافي وهي كتعطيني وريضة ديالي على هاد الشكل كتكون زوينة كتجي على هاد الشكل وبالنسبة اللي كيبغي شبكي غلايضة فما يديرها شعلا الربعة يديرها غي على ثلاثة واجيهم هبرة وغلايضة كتجي مقرمشة احسن يعني كتجي يرقي وقق احسن هنه غادي ندوزه على حساب 6 ديال الاشريطة 1 جوج 3 4 5 والسادس كنقطعه يعني غادي نحط جوج على جوج جوج على جوج وغادي نقلب الجوج الاخرين عليهم كلهم ومن بعد غادي نشوف البلاسة فين عندي ذيك الفتحة وغادي نسد وغادي نقرس وغادي نخشي سبعي فهاديك تقيبة اللي قرسنا ومن بعد غادي نحل غادي يكون عندي ثلاثة من هاد الجيه وثلاثة من هادك الجيه وهدي را قلت لكم ساهلة يعني ايو حدا اللي ما عمرها ما ما صوبت شبكي اولا ما عمرها مشبكت فهي غا تصوب البنات المبتدئات اولا يلا هتزوجوا لهذا وكي بغوا هاد الطريقة دي تشبك فهي راه ضغيه ضغيه قد توجد وغنتي حليها شي شوية نخلي سامعي له هنا يراني شبكت وبدئت كنقلي راهنا ينشفات لي العجينة ديالي اولا شبكية ديالي صافي سنخلي واكت نشفغر واحد شي شوية كنبدا تنقلي فيها وذو كله ديال طبيعة الحالي لما بغيتهم شي يكونوا طوال فهما غتقطعهم هنا درت العسل ديالي اللي كتكون باردة راه العسل عندي في القناة هي باش كان ختم وهادي شبكية ديالي هيا كيف ما كتلاحظو هي راه مقليه لقليتناها راه درت الزيت تخونة يعني راه كان قلي وعدرت لها فيديو فدرت الزيت تخونة وبدئت كل لوح الشبكية ديالي ضروري خصها يعني شبكية ضروري مش غير شبكية اي حاجة كان قليوها في الزيت فكيخص الزيت تكون غارقة اولا الحاجة اللي قدري فيها تكون غارقة وتكون غليضة باش توسع لك جميع الحرارة صافي بقينة كان قليو مبعد كان نشوفها دا كلوينة غير مذهب وكان هزو وكان خشيه كان اطصو في العسل وكانتكون عندي شبكية ديالي على هالتشكل فأنا اوزنت الكليان جوج كيلو في كيلو فدرت انا هادلا كونشي تدية الكيلو كتخرج لي تقريبا جوج كيلو ونص سوف نقول لكم تهلو فرصكم الى فيديو قادم ان شاء الله دائما سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده ولا الى الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة